نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعية من أنباء بشأن انحصار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث عصير مدمرة وأوضح المركز الإعلامي أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل طبيعي نتيجة للتغيرات المناخية وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر ولا علاقة لها مطلقا بحدوث عصير مدمرة وقد رصدت محطة رصد حركة المياه في البحار حدوثا خفاضا في منسوب المياه بتلك الشواطئ وسوف يرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي